من طرق هجر القرآن ترك العمل بالقرآن العمل بكتاب الله الله لما يأمر الذي يتزوج الزوجتين أن يعدل بينهما فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولا يعدلوا بين الزوجات هل هذا عمل بالقرآن الكريم؟ الذي لا يربي أطفاله على الحق والسنة والكتاب هل أخذ بالقرآن الكريم؟ هل أخذ بهذا القرآن الكريم؟ الذي أمره الله جل وعلا به أن يعدل وأن يربي الأبناء وأن يقوم على تربيتهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الذي يظلم ويستغل المنصب والرئاسة ويظلم العمالة والخدم ويأخذ حقوق البشر ولا يعرف لوالدين حقا ولا للجاري مكانه ولا لصاحب العلم قدرا هل هذا عمل بكتاب الله جل في علاه؟ القرآن يعمل به وترك العمل به أحد أسباب هجره أيضا من أسباب الهجر ترك الاستشفاء به الأمراض مرضين المرض العضوي ومرض القلب والقرآن هذا روح يا جماعة والله العظيم والذي نفسه بيده إن أصحاب أمراض القلوب وأمراض الأبدان لو استشفوا بالقرآن يقينا المصدقين بأن القرآن شفاء لوجدوا الشفاء والعافية من هذا الكتاب العظيم فيه شفاء وفيه الهدى وفيه النور فاستشفوا بالقرآن كم من القلوب التي ملئت حقدا وحسدا وغلا وشكا وحيانا عدم ثقة بموعود الله جل في علاه لو كان الصدق موجودا في نفوسنا بالقرآن الكريم لتغيرت النفوس كثيرا الأمر الخامس من أسباب أو طرق هجر القرآن عدم التحاكم إليه وتحكيمه بيننا سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم النبي فيه يهوديين اثنين أجارهم مسلم المسلم سرق بيت اليهودي جيد فذهب المسلم ومعه مسلم آخر يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي سرق كذب أنه اللي سرق اليهودي على اعتبار في تأويلهم ما دامه يهودي ما عندنا مشكلة لو أنه مسلم ما اتهمناه الرسول لم يكن هناك فيه بينة ولا فيه شهود إلا الذين شهدوا على هذا اليهودي فأراد النبي أن يحكم ضد اليهودي هذا لأنه سارق حسب شهادة الشهود فأنزل الله جل وعلا إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بالعدل وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا هذا القرآن وضع للتحاكم والرجوع إليه والحكم بكتابه سبحانه وتعالى أيضا من هجره من هجره الخجل منه وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله كيف الخجل منه بعض الناس إذا جلس معه مصحف وده يجلس مثلا في في انتظار في مستشفى أو في طائرة أو في مكان حتى خارج البلد المسلمة وتجد يرى أن هناك خجلا أنه يطلع المصحف ويقرأ أو أنه إذا كبر يصلي في زاوية إما في مطار أو غير أن يجهر بصلاته خشية أن هو في ظن أنه خجلان أمام الناس أو يرى أحيانا بعض الأحكام في كتاب الله جل في علاه أنه يستحي منها هذا أحد أسباب هجر القرآن الكريم كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك يش حرج منه لا يكون في حياء من كتاب الله تبارك وتعالى يا جماعة القرآن الكريم نزل بلغتكم بلغتكم العربية تدرون حجم المفردات العربية كم المفردات العربية من غير المشتقاتها كم عددها خمسين ألف كلمة مفردة الإنجليزية كم كلمة من غير اشتقاقاتها كم عشرين ألف القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية أن تتحدث عن اللغة العربية التي لها مفردات ولها مشتقات اللغة الإنجليزية على سبيل المثال اثناشر اشتقاق لأكثر كلمة يعني الكلمة الواحدة أكثر كلمة انجليزية اطلع منها اشتقاقات مفردات اثناشر كلمة أما اللغة العربية من الكلمة الواحدة تصل لخمسة وأربعين وأحيانيا لخمسين اشتقاق من الكلمة الواحدة اضرب خمسين أو خمسة وأربعين في خمسين ألف شف كم عدد الكلمات التي تكون في القرآن الكريم اللغة العربية أيضا فيها جمال في لفظها في المبنى والمعنى كما يسميها للغة يكون الكلمة لها مبنى ولها معنى هذا لا يكون بالدقة وكذلك الذوق إلا في القرآن الكريم شوفوا لما تأتي المدود في القرآن الصاخة المدود هنا جاءت مناسبة بما يسميها بعض اللغويين أجراس الكلمة مدود الكلمة معنى ضخامة الكلمة مثلا الطامة الحاقة حتى مدودها بمعنى مدود القرآن الكريم أو أحكام التجويد فيه تجد أنها تنطبق وتأتي بسلاسة هذه اللغة العربية التي نفتخر بها كانت اللغات أوروبا كانت تتحدث اللاتينية أو اللغة أو اللهجة اللاتينية ثم لما حدث أيام الرومان للانقلابات التي حصلت وأحداث السياسية تفرقت ودخلت عليها اللهجة العامية ثم بعد ذلك استقلت كل بلد بلهجة أو بلغة مستقلة بها الفرنسية والألمانية والأسبانية والبرتغالية وقس على ذلك لكن القرآن الكريم من رحمة الله بهذه الأمة أن ينزل القرآن بلغتنا وافتخروا أيها العرب أيها المسلمون يا أمة القرآن يا أمة نزل القرآن بلغتها افتخروا بكتابكم وبلغتكم وهذا القرآن الكريم الخطاب القرآني يحتوي على خمسة مواضيع رئيسية الموضوع الأول يتكلم عن معرفتك أو تعريفك بالله معرفة الله أسمائه صفاته ملكه سيطرته صمديته سبحانه وتعالى هذا الأول اثنين يتحدث عن معرفة سبب وجودك سبب خلقك لماذا خلقت كيف بدأت ولذلك ذكر قصتك قصة آدم كيف خلق الله آدم وكيف سواه وكيف نفخ فيه من روحه حتى تتذكر أصلك وكيف خلقك الله ثلاثة معرفة نعم الله وفضله عليك والله جل وعلا بيّن لك النعم وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولذلك نعم الله كثير أربعة معرفة نهايتك ومصيرك ولذلك النهاية مئات الآيات عن الموت تتكلم ثم تذكرا فيه فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير النار نعوذ بالله وإياكم النار جهنم الأمر الخامس والأخير إصلاح البشرية الشرائع الأخلاق استعمار الأرض الذي جاء من أجل الأنبياء والرسل ولذلك كل الأنبياء والرسل يدورون حول خمسة مقاصد رئيسية من يعرف مقاصد الشريعة أو الشيء حفظ إيش حفظ الدين والعقل والنفس والعر والمال القرآن يدور على حفظها لخمسة أشياء إذا جيت تتكلم على النفس فجاء قال الله ولكم في القصاص إيش حياة إن جيت تتكلم عن العقل فحرم الله علينا شرب الخمر والمسكرات إن جيت تتكلم على حفظ المال حرم الله علينا أن نبتاع بالربا أو نأكل أموال الحرام إن جيت تتكلم على العرض حرم الله جل وعلا الزنا والفواحش إذا جئت تتكلم كذلك على العقل فهو يحدثك الله سبحانه وتعالى عن الدين تتكلم عن قضية الدعوة إليه ودعوة الناس إلى التوحيد ولذلك من مميزات الخطاب القرآني إيش حاجتين الشمول كل أحكام الدين أتحداكم جيبوا لنا حكم في القرآن أو حكم في الدنيا ليس له أصل في كتاب الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب إيش من شيء وقال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا تبيانا لكل شيء كل شيء أي حكم في كتاب أي حكم في أرضك في الدنيا هنا ستجد حكما له في كتاب الله جل في علا ولذلك القرآن شامل وعام رسولنا خاص والعام للأمة قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واسمعوا قول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم ونبيكم صلى الله عليه وسلم دينه هذا رحمة كذلك للعالمين الأمر الآخر أن القرآن يخاطب العقل والقلب يخاطبك تارة بقلبك لأنك تعاطفي ويخاطب تارة أيضا عقلك قال الله أفرأيتم ما تمنون هذا خطاب في نوع من العقل أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ثم الله يخاطب حتى أهل العقول قال الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم حرثوا حطيت الحب لكن شوفوا ماذا قال الله أأنتم تزرعونه إيش أم نحن الزارعون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم جبتوه نعم من البير لكن أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون خاطب الله الناس بالقرآن الكريم على كل أحوالهم معجزة رسولكم صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم موسى وش كانت معجزته العصى والسحر وعيسى ماذا كانت معجزته الطب يبرئ الأكمه والأبرص وهذه معجزات وقتية لكن القرآن معجزة الإسلام ومعجز نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ضهيراً يلا تعالوا يا جن وتعالوا يا إنس وتعالوا يا عباقرة وتعالوا يا خطباء وتعالوا يا شعراء وتعالوا يا بلغاء نتحداكم بل ليس بالقرآن كله يأتوا بسورةٍ مثله وبعشر سور بل تحدى الله بآية نتحداكم تأتون بآية من مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعضٍ ضهيراً إعجاز بلاغي بياني إعجاز تصويري إعجاز علمي إعجاز رقمي إعجاز تشريعي إصلاحي كل زمان سيتغير لما كان المشركون في عهد النبي ما كان يعرفون إعجاز العلمي لكن الله جعل في القرآن إعجازاً علمياً لأن الله في علمه الواسع يعلم أنه سيأتي ألفين وعشرين وألفين وواحد وعشرين وتبدأ الناس تتحدث عن العلم فيأتي هذا الإعجاز العلمي حتى إذا جئتم بمخترعات ومكتشفات ونظرتم إلى أمرٍ تظنون أنكم سبقتون إهلاء لما أرسل الله مع جبريل في يوم الإسراء والمعراج البراق البراق النبي يصف ذلك البراق أنه أصغر من البغلة أو أصغر أكبر أصغر من الحمار أكبر من الحمار وأصغر من البغلة قال النبي إن حافره في البخاري ينتهي إلى من تهى إليه نظره هذا البراق والبراق هو الذي أسرى بالرسول من مكة إلى وين؟ إلى المسل الأقصى أما المعراج لا المعراج لم يوصف لنا في السنة واختلف العلماء في وصفه هل هو سلم؟ لم يرى لكن المعراج غير البراق البراق هذا كأن الله يقول لنا تعالوا أنتم سيأتي علم تفتخرون به أكبر سفينة فضائية اليوم تصل إلى أقرب أقرب كما يقال جرم أو كوكب قريب للأرض يأخذ ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة هذا إذا مشى في الساعة سبعة آلاف كيلو حتى يصل إلى أقرب كوكب إلى الأرض فكيف بهذه المعجزة العظيمة ولذلك الإعجاز العلمي والبياني والبلاغي في هذا القرآن الكريم سترون العجب شوفوا لما قال الله في الإعجاز البياني وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا أو قال قبله وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إلى الجنة زُمَرًا حتى إذا جاءوا وش قال الله بعدها وَوَلَّا فُتِحَتْ وَفُتِحَتْ لما جاء في وصف الكفار وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جهنم زُمَرًا قال الله لما وصل إلى قوله تعالى قال وش بعده إيش فُتِحَتْ لم يأتي الواو ليش من يعرف الواو هنا بمعنى إيش بمعنى التناقل لأن الكفار لازم يتفاجأون بالعذاب يجووا مباشرة يتفاجأون يشوفوا العذاب أمامهم أما المؤمنين لا ننقلهم من مرحلة إلى مرحلة في النعيم حتى يأتون بهذا التناقل فيرون نعيم الله تبارك وتعالى الصبر لما يكون صبر على العدو أو على عدوٍ أو صبر على مصيبة قال الله جل على وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ Matte tall there is no one إِنْ أَصَابَكْS agar LAURA إِنَّ ذَلِكَ نوح وامرأة العزيز ذكر الله لفظ المرأة في القرآن الكريم في اكثر من موضع وذكر الله ازواجا لتسكنوا اليها ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا لماذا الله جاء يذكر مرة ازواج ومرأة يذكر امرأة من يعرف متى تذكر امرأة ومتى تذكر زوجه او لفظ الزواج او ازواجا المرأة ازواجا تذكر في حالة في حب مودة وتوافق بين الزوجين ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واما اذا كان مجرد زواجا عاديا من غير حب ولا مودة ولا رحمة تأتي بلفظ امرأة امرأة فرعون امرأة لوط امرأة نوح امرأة العزيز وقس على ذلك في القرآن في القرآن العظيم ايضا امرأة زكريا قبل ان تحمل قال وامرأتي ايش عاقرة ولما بشره الله بولد قال واصلحنا له زوجه وهذا ايضا يعني ان القرآن الكريم يعطيك هذه البلاغة اختيار المعنى واختيار المبنى تتكرر الحروف احيانا يوسوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس اذا زلزلت الارض زلزالها اعجاز الجمل يقول الله جل وعلا ووصينا الانسان بوالديه ركز معي لان لكل واحد مننا اباء ووصينا الانسان بوالديه حملته امه ايش شوفوا قال وصينا الانسان بوالديه ثم قال حملته امه ما قال ابوه ما جاب طالبه هنا قال والديه امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين اخرى قال اشكر لي ايش ولوالديك ليش ما قال اشكر لي ولأمك او اشكر لي ولي ابيك وليش في النص قال امه من يعطيني هذا استنباط في قمة الاهمية في نظري ليش الله ذكر الام في النص والديه جيت في الاولى ووصينا الانسان بوالديه وفي الاخير انا اشكر لي ولي والديك وفي منتصف الايات قال حملته امه ما جاب ذكر الاب ليش لانك اذا اكبرت سترى فضل ابوك عليك اللي هو الرجل في انفاقه وتربيته وحرصه لكن في مرحلة انت ما شفتها انت صغير مرحلة الحمل والولادة انت ما شفتها وقد تكون نسيتها او تتناساها نذكرك انها حملتك وهنا على وهن وحملتك كرها وعانت منها المرحلة فنجعل الصورة الذهنية تتقرب ونأتي هنا بلفظ الام لوحدها حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا يا رب العالمين القرآن الكريم سورة مريم تتكلم عن ايش تتكلم عن الولد الولد واليوم لو يبغى نتكلم هذا احد مقاصد هذه السورة الولد وكل السورة جاءت تتحدث على الولد واذكر قال الله سبحانه وتعالى كافها يا عين صادك ورحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفية والله جل وعلا من مقاصد السورة هو التوريث نبغى نورث لكن هنا ما نبغاك تورث لنا مال ولا سلطان ولا جاه لا نبغاك تورث الدين وتورث الحق قال يريثني ويرث ايش من اهل يعقوب وش يريثون يريثون النبوة يريثون الحق واجعله ربي رضيها ولاحظ جاءت بذكر الابناء ولذلك جاب الله لنا نموذجين نموذج مريم وابنها عيسى ومع ذلك الله جل وعلا لما ذكر القصة قصة مريم وهي تحمل عيسى من غير اب قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت الى اخر الآيات وكذلك ايضا قصة ابراهيم ذكر الله نموذج ان التوريث يكون الانسان الذي يرث الحق قد يورثه واذا لم يرث هو من ورثه عرف قيمة الذي لم يورث حتى يعني ابراهيم عليه السلام يأتيه ابوه يخاطبه واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا الى اخر الآيات فكان يرتفع معه في هذا الخطاب الجميل في غاية البر والادب ثم جاءت السورة تتكلم ايضا عن قضية الولد لكنها تكلمت عن الوليد ابن المغيرة اللي تكبر شاف نفسه على النبي معه عشرة ابناء وقيل اثنى عش يمشي خمسة على يمينة وخمسة على يسارة يقول انا اتيكم بقوة تدمغ محمد وما جاء به وقال الله افرأيت من اتأى ذكر الله جل وعلا عن الوليد ابن المغيرة وهو يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتين مالا وولد اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهد كلا سنكتب ما يقول وهذه هي قضية هذا الولد ولذلك السور في القرآن الكريم تأتي بهذا النسق العظيم الجميل ايها الاحبة في الله القرآن الكريم لا يقل قدرا في حينما نعظم نحن نرى الآن السماء والارض وننبهر من ملكوت الله وخلقه وهذا ايمان لكن لاحظوا القرآن الكريم الله يقول تبارك الذي بيده الملك اذا جاء يتكلم عن ملكوته وهو على كل شيء قدير في نفس الوقت يقول الله تبارك الذي نزل ايش الفرقان على عبده الله الذي قال عن الخلق قال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال الله جل وعلا الحمد لله الذي انزل على عبده ايش الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي قال فلا اقسم بمواقع النجوم وهذه امر خلق عظيم قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ثم قال ايش انه لقرآن كريم فيبين الله جل وعلا مكانة هذا القرآن العظيم الذي انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ايها المؤمنون الجن سمعت القرآن وعرفت مكانته لما رجع النبي من رحلته رحلة الطائف المؤلمة لما خرج النبي من اهل مكة فارم منهم ومن اذاهم ذهب يبحث عن قبائل الطائف حتى يحاولوا حمايته صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه بالرفض والرد بل والإيذاء والضرب والطرد عليه الصلاة والسلام ويخرج صلى الله عليه وسلم ويرجم بالحجارة وتد تد ما قدميه ويقف صلى الله عليه وسلم يمشي الى قرن الثعالب من شدة الموقف ويقول وإن كان في الحديث ضعف هذا اللفظ اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين إن لم يكن بك غضب علي النبي يخشى أن الله قد غضب عليه ثم يأتيه ملك الجبال ويسلم عليه مع جبريل جبريل سلم عليه وقال يا محمد إن معي ملك الجبال أرسله الله لك فسلم عليه ملك الجبال وأول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام ملك غير جبريل في تلك الرحلة وقال لو شئت يا محمد لأطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله تقدم النبي ومشى وهذا الشاهد ثم قام وصلى مطرود وتدمى قدميه وبه من الهم والحزن بعد وفاة خديجة وابو طالب وموقف أهل الطائف وهو يقرأ القرآن ويصلي الليل جالس يدعو الطائف وطردوه وكأن الله يقول يا محمد نحن الذي ندبر الأمر أنت أردت أهل الطائف ولم يستمعوا لك لكن سنأتي بقوم آخرين يستمعون لك قال الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن جاءت الجن تستمع للنبي وهو واقف يصلي فسمعت القرآن العظيم فلما حضروه قالوا إيش أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا جماع الجن سمعت القرآن من أول مرة وأسلمت وآمنت لا أذهبت منذرة داعية إلى هذا القرآن العظيم وخفف الله عن بيه بإيمان الجن حينما سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن العظيم يا أمة الإسلام يا أمة القرآن لن تنتصر أمة محمد إلا بالقرآن الكريم ولذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ القرآن ولما سمع مثل الحي والميت قال مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الحي والميت يقول خالد والله لا يضيرني أن أدخل على عدوي وإن كان أقوى مني في العتاد والعدة لأني أنا حي وهو ميت يتأول هذا الحديث يقول أنا معي القرآن وهم ليس معهم القرآن الكريم نصرة الأمة إذا عرفت القرآن أمة محمد حولت الأرض كلها برسولها صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم أمتكم قبل القرآن كانت أمة ترعى الغنم أمة ما لها قيمة حنا كنا في يوم من الأيام الأمة الأولى رقم واحد وكانت أوروبا وبلاد الروم وفارس كانت ترتيبها يأتي مية واربعين اليوم وللأسف الشديد بعد ألف وأربعمائة سنة ونحن في أمر حقيقة مخزي في واقع أليم يوم أن تأخرت الأمة في أواخر الركب الله جل وعلا يأمرنا أن نعرف قيمة وقدر هذا القرآن النبي يقول وأختم اقرأوا القرآن يا شباب يا نساء يا رجال في سيارتك اسمع القرآن واقرأ القرآن في بيتك اقرأ القرآن اسمعوا الحديث تأملوه اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا شفيعا لأصحابه ما قال احفظوا والحفظ مرتبة أعلى لكن قال اقرأوا لا تتعذر أنك من تبحافظ اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لكم يوم القيامة القرآن يحاج عنك يوم القيامة عند الله جل في علاه وكلنا بحاجة في ذلك الموطن أن يحاج عننا القرآن العظيم يأتي يوم القيامة القرآن وأهله منهم يا رسول الله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وفي رواية ولهما غمامتان ظلتان ظل فوق الشخص تضلل عليه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن أو تستظل تحت العرش بصدقتك أو تستظل بحفظك لكتاب الله يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا هنيئا لشباب القرآن وهنيئا لحلقات القرآن وهنيئا لآبائنا الكبار في السن وأمهاتنا وأخواتنا الذين يجلسون الليلة والنهار يقرؤون القرآن ولذلك العلماء من هذا الحديث بعضهم يقول إن عدد منازل درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند إيش عند آخر آية تقرأها عند آخر آية يوم القيامة إذا قيل لك اقرأ ووقفت يوم القيامة واش تقف عليه تقف على آية وحده احفظوا وقرأوا القرآن ورتلوه حتى يأتي هذا القرآن يوم القيامة شفيعا لك وترتفع به منزلة تلو الأخرى حتى تكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي في جوفه القرآن أن الذي ليس ليس في جوفه القرآن كالبيت الخرب بيت خربان زينوا بيوتكم هذا البيت اللي تحتاجه يوم القيامة زينوه بالقرآن الكريم اقرأوا سورة البقرة واقرأوا سور القرآن الكريم واستشعروا هذا القرآن الكريم لا أقول ألف لام ميم حرف وشوفوا الله هنا جعلها ألف لام ميم عشان يعلمنا أنها في سورة الفيل مثلا ألم ترى أنها ثلاثة حروف بعد ليش هنا نقراها ألف لام ميم وهناك ألم ترى هكذا جاءت الأحرف بقراءتي أن أقرأها تعبُّدا لكن في الأجر هي ثلاثة حروف ألف لام ميم وألم ترى ثلاثة حروف ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بسم الله الرحمن الرحيم تسع طعشر حرف كم فيها من حسنة إذا ضربناها في عشرة مئة وتسعين الجزء الواحد كم فيه من حرف جزء القرآن الواحد في سبعين ألف حرف أضربها في عشرة سبعمائة ألف حرف والله يضاعف لمن يشاء فضل الله عظيم سبعمائة ألف حرف سبعمائة ألف حرف في جزء واحد مقدار القراءة بالتوقيت بالساعة اللي بيقرأ من الماهر بالقراءة طبعا الذي لا يتتعتع فيه ثلث ساعة عشرين دقيقة إلى نصف ساعة تستطيع أن تقرأ القرآن أو تقرأ جزءا من القرآن الكريم يا جماعة لماذا هجرنا هذا القرآن أهل الله وخاصته هم أهل الكتاب والقرآن أهل كتاب الله هم أهل الله معنى أهل الله هنا يعني أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة اجعلوا القرآن صاحبكم في الدنيا وفي الآخرة واختموا القرآن بقدر ما تستطيعون نصيحة لا يمر عليك الشهر من غير أن تختم كتاب الله اليوم إذاعة القرآن مشكورة نشكر الإخوة الكرام والقنوات الإسلامية التي تبث القرآن على مدار الساعة تبث لكم القرآن كامل خلال شهر على مدار اليوم وبأصوات القراء المتقنين الحفاظ المجودين تسمع إمة الحرمين الأحياء منهم وبعض الأموات وتسمع إمة أهل الإسلام من القراء المشاهير وترى الصوت الندي وتسمعه يا جماع القرآن حلاوة لقلوبنا وراحة لأبداننا ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يمر عليك الشهر إلا وقد ختمت ولو مرة واحدة الصحابة أتوا إلى النبي واشتكى ذلك من الصحابي قال يا رسول الله إني أريد أن أقرأ القرآن يعني أختمه أقدر عليه في كل كم قال في الشهر مرة قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال كل عشرين قال أستطيع أكثر قال كل خمسطعش قال أكثر قال كل عشر قال أكثر قال كل خمس ليال ثم قال أستطيع أكثر قال كل ثلاث ليال ثلاث ليال أحد السلف دخلوا عليه من الصحابة وهو يبكي قال له بعض الصحابة أفقدت مالك قال لا أعظم قال أمات أحد من أهلك قال لا أعظم قالوا ماذا حصل لك قال والله إنه ذهب علي وردي البارحة ما قرأت القرآن الكريم ليش قال ما ذاك إلا بذنب اقترفته يبكي على أنه ترك ورده ليلة من القرآن الكريم فكيف بمن يترك القرآن الكريم أياما وأياما كثيرة أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وقلوبكم وأن يجعله سببا لنصرتنا وسببا لتوفيقنا وعزا لأمتنا وصلاحا لأبنائنا وهداية لأنفسنا ولنسائنا وأمنا في ديارنا وصلاحا لولاة أمرنا ودليلا لعلمائنا وحكما لقضاتنا وشفاءا لمرضانا وأن يجعل القرآن طريقنا إلى جنات جنات رب العالمين نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم شفاءا لكل المرضى وذهابا لكل مبتلى يعني يذهب ببلاء كل مبتلى وأسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة أن لا يفرق هذا الجمع إلا وقد غفر ذنوبنا وسترى عيوبنا احمدوا الله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة التوحيد والسنة احمدوا الله حمدا كثيرا واشكروه وحدثوا بهذه النعمة وأما بنعمة ربك فحدث احمدوا الله على نعمة الأمن والأمان احمدوا الله على نعمة الاستقرار احمدوا الله جلت قدرته على نعمة اجتماع الكلمة في بلادنا هذه وادعوا الله وخصوا وألحوا لإخوانكم المسلمين المضطهدين والمستضعفين أن يجمع الله لهم كلمتهم وأن يوحد صفهم وأن يدحر عدوهم وأن يجعلهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم انصر سائر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن واحقن دماءهم في مصر وفي باكستان وفي لبنان وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اجمع لهم كلمتهم ووحد لهم لهم صفهم اللهم كلهم ناصر يوم قل الناصر وكلهم معين يوم فقد المعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان معنا وبيننا أو يسمعنا مريضا فاشفه ومبتلا فعافه ومدينا فقردينه اللهم أصلح شبابنا ونساءنا وأقر أعينا بصلاح فتياتنا وسترهن اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت الله لا إله إلا أنت نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الكريم ونحن البخلاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم اجعله يا حي يا قيوم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أصلح ولاة أمورنا في هذه البلاد واجعلهم هداتا مهتدين غير ضالين ولا مذلين وقرِّم منهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين واجعل بلادنا المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين إنك على ذلك قدير شكر الله لكم أيها الفضلاء القائمين على هذه السلسلة المباركة التي عنونتم لها بتدبر وأشكر الإخوة الذين أيضا حضروا من إداعة القرآن والقنوات على نقل أو بث أو تسجيل هذا اللقاء جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم إن كان من صواب فمن الله وحده وإن كان من خطأ وتقصير فمن أنفسنا ونعود بالله من الشيطان الرجيم ونستغفر الله إنه كان غفارا هذا وصل على محمد بن عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته